نروح بقى للصحافة الرياضية يا حضرات وننتقل إلى مقر جريدة البوابة نيوز حيث تتواجد الزميلة العزيزة مريم سميحة اللي حتعرفنا على آخر الأخبار وأهم المنشتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة صباح الفل عليك أهلا بيك كورسانة وأنتي طيبة تفضلي وصبح عليك يا كريم وصبح عليك يا نهوان وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة ولكن قبل طبعا بدأ هذه الجولة خلينا أقول لكم أننا كنت مفتقداكم جدا مفتقد عشر الصبح في الأهلي مع هذا التوقف يعني الكبير خاصة في شهر رمضان وكمان عيد الفطر المبارك وبأقول لكم كل سنوان طيبين وكل سنة وكل مشاهدنا العزاء طبعا طيبين البداية طبعا أكيد معنا أو عايزين نتكلم أن يعني مازالت أصداء فوز الأهلي باربعية نظيفة على وفاق صيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بتسيطر على كافة العنوين رغم الفوز أول أمس لسبت ولكن مازالت العنوين يعني موجودة لحد هذا اليوم أو صباح اليوم الاثنين وأول عنويننا النهاردة من موقع الشروق مدرب بوفاق صيفة الأهلي المرشح الأقوى للتتويج بدوري أبطال إفريقيا طبعا يرى داركو نوفيتش المدير الفني لفريق وفاق صيفة الجزائري يعني أن حظوظ نديل بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا هيكون صعب للغاية بعد طبعا فوز الأهلي بفوز كبير أو ربعية نظيفة في القاهرة في ذهاب يعني نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكمان اتكلم عن الأهلي بشكل كبير جدا وقال يعني نفكر التأهل فريقه لنهائي هذه البطولة هيكون من الصعب للغاية بعد النتيجة اللي حققها النازي الأهلي على أرضه هنا وقال نوفيتش في تصريحاته نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة جعلت الأمر أصبح شديدا صعوبة بالنسبة لبلغنا نهائي ألا مسابقة وأضاف لسنا سعداء بما حدث بشأن نتيجة المباراة أتينا للقاهرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وظهرنا بشكل لا يليق بالفريق والأمور لم تكن في صلاحنا أثناء اللقاء كان من الممكن أن تكون النتيجة يعني أقل مما كانت عليه ولكن الجميع يعلم قيمة الأهلي جيدا وهو يمتلك لعبين رائعين خاصة نتكلم على يعني فكرة اتنين لعيبة في المباراة سواء بيرسيتاو قال أنه هو لديه عدد كبير من المراوغات اللي بدت أو ظهرت في هذا اللقاء ذهاب نصف نهائي يعني إياب أو ذهاب نصف نهائي دورة أبطال إفريقيا وكمان نتكلم عن أن حسين الشحات كان أفضل لاعب في المباراة وأدى أداء كبير جدا في الملعب كمان قال يعني الوداد أو أنه هو قال قبل كده أن الوداد والأهلي هم الفريقان الأقوى في إفريقيا بالتوقيت الحالي ولكن الأهلي هو المرشح الأقوى طبعا للفوز بهذه البطولة من البوابة سبورت منشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بخمسية في نيو كاسل فريق منشستر سيتي فوز عريض بخمسية نظيفة على نيو كاسل يونيتد ضمن الجولة الستة وتلاتين في الدوري الإنجليزي الممتاز سجلت طبعا أهداف السيتي في الدقائق تسعة عشر وتمانية وتلاتين وواحد وستين ودقيقة تسعين وأيضا الدقيقة تلاتة وتسعين ولجأ بيب جورديولا مدرب السيتي إلى إراحة نجم الفريق هذا الموسم برناردو سيلفا وأشرق مكانه الألماني الكاي جندجون الذي سيرتدي شارط القائد الفوز طبعا رفع رصيد منشستر سيتي للنقطة 86 ليستعيد الصدارة وتجمد نيو كاسل عند النقطة 43 بالترتيب الـ 13 من بوابة أخبار اليوم تقرير يكشف موعد الإعلان الرسمي عن انتقال هالند إلى منشستر سيتي كشف التقارير صحفي عن موعد إعلان انتقال النرويجي هالند مهاجب بروسيا دارتماند الألماني إلى صفوف منشستر سيتي الإنجليزي وارتبط المهاجم النرويجي أكيد هالند الشاب بالانتقال إلى منشستر سيتي في الأقوانة الأخيرة بعد صراع عدة أندية بالانتقال للحصول على خدمات هالند طبعا على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة وأيضا باريس سان جرمان وقال الصحفي الإيطالي نيكولات شيرا وهو طبعا المتخصص في شؤون الانتقالات في أوروبا إنهم المتوقع أن يكون هناك إعلان رسمي بخصوص انتقال هالند من بروسيا دورتماند إلى منشستر سيتي وأشار إلى أن هالند تم اتفاقه مع منشستر سيتي في الأسبوع الماضي حيث سيدفع الفريق الإنجليزيا شرط الجزائي والبالغ قمته طبعا 75 مليون يورو وسيدم هالند لمدة خمس سنوات مقبلة من الموسم الجديد أو في الموسم الجديد وسيتقاض هالند 30 مليون يورو في الموسم الواحد وهيستمر مع النادي إلى 20-27 وأخيرا من صحيفة الشرق الأوسط سيتي يكتاز نيو كاسل مقتربا من الاحتفاظ باللقب وكلاب يعني يعد بقتل ليفر بول للنهاية عزز منشستر سيتي صدراته للدوري الإنجليزي الممتاز واقترب كثيرا من الاحتفاظ باللقب إثر انتصاره العريض على نيو كاسل بخماسية نظيفة في محافظ أرسنل على موقعه في المركز الرابع بيفوز الصعب على ليدز طبعا بنتيجة 2-1 الذي تراجع له مراكز الهبوط فيما خرج أفرتين من منطقة الخطر بانتصار مثير على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 أمس بالمرحلة السادسة والثلاثين ومن جهته طبعا حاول الألماني يورجن كلاب مدرب ليفر بول التمسك بالإيجابية رغم التعادل المخيم مع تاتنام بنتيجة 1-1 والذي بات يهدد فرص الفريق في انتزاع لقب الدوري هذا الموسم مع تبقي 3 مباريات له على نهاية الموسم أو المصابقة بشكل عام وأخفق طبعا ليفر بول في تحقيق الفوز على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر الماضي وأصبح بحاجة الآن إلى إهدار منشاستر سيتي 3 نقاط خلال مبارياته المتبقية كي تكون لديه فرصة بالتتويج باللقب دي كانت كل عنواننا الصدرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقار البوابة نيوز أشكركم جدا العودة ليكم مرة أخرى تغطية كافية ووافية كما اعتدنا منك زمارتنا العزيزة مريم سميح منشكرك عليها جزيلا شكر ومنشكرك طبعا على الكلام الجميل أنت كمان افتقدك جدا الفترة اللي فاتت حمد الله على سلامتك وشكرا لك شكرك يا مريم وكل سلام انت طيبة مرة تانية وسعداء أكيد أن انت يعني انضمت معانا مرة تانية وفكرتنا العودة لي عشر صبح في الأهلي أكيد كلنا كان وحشنا البرنامج شهر كامل أجازة وارتحنا وفي نفس الوقت بس ارتحنا من الصحيان بدري بس أكيد برنامج وحشنا جدا وكلنا راجعين وعندنا طاقة وكلنا راجعين وعايزين إن شاء الله نحقق نجاح أكتر من المواسم اللي فاتت اشتركوا في القناة